أسعدتم صباحا مشاهدين والتحدي يتجدد بوفائكم وبكرم متابعتكم فهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا مرحبا ارتبطت كلمة مثقف على مدى سنوات طويلة بفئة من الأشخاص الذين يكرسون قصة وافرا من حياتهم اليومية للأنشطة ذات الأبعاد الفكرية والتي تتجلى من خلال الكتابة والتأليف أو بواسطة الخلق والإبداع الفني وكان المثقف من خلال هذا المعنى سواء كان فنانا أو أديبا أو صاحب إنتاج فكري يساهم في مد أفراد المجتمع بالأدوات التي تساعدهم على تحليل الوضعيات التي تواجههم في الحياة وفي إيجاد الأجوبة المقنعة عن الأسئلة التي تصادف الناس في سياق بحثهم عن حقائق معينة فهل يستطع المثقف اليوم أن يلائم خطابه وإنتاجه الثقافي مع متطلبات العصر الرقمي؟ وما هي الآليات الكفيلة بتفعيل دور المثقف في مشاريع البناء المجتمعي وفي ظل التحديات الرقمية؟ لرفع التحدي يسعدنا أن نرحب معنا بالأستاذ صلاح الوديع شاعر وفاعل حقوقي صباح الخير أستاذ صلاح؟ طبعا نور أستاذ خديجة كما كان متوقعا يكون معنا الفنان كريم بولمال لطار بوزارة الثقافة الشباب والثقافة والتواصل ولكن يتعذر عليه لارتباطه المهني لأنه يتوجد الآن في بلاتوء التصوير نتمنى له كل التوفيق إذن البداية معكم أستاذ صلاح في فضاء العلاقة التي تحكم المثقف بالدور أو الوظيفة ما الذي يحكم هذه العلاقة على ضوء التحولات الرقمية؟ أولا أشكركم على الدعوة لمناقشة هذا الموضوع مرحبا الذي ربما لم يحظى بعد بالأهمية التي يستحقها تمام أولا يجب أن نتساءل هل علينا أن نقبل العالم الرقمي كما هو اليوم هل نحن مساءلون كذلك بطرح مجموعة من الأسئلة حول الأثر ديال هذا العالم الرقمي اليوم في حياتنا الاجتماعية وغيرها حول أثره على نماذج السلوك على نماذج التفكير على المزاج على واحد المجموعة للأشياء التي ربما لم يكن تتبهوش لها بما يكفي على اعتبار أن العالم الرقمي نفسه هو عالم حديث نسبيا غما ما يبدو لنا من أنه أصبح أفوال جزءا من حياتنا تمام طيب أستطلاح أستطلاح الوديعي هل كلمة مثقف ما زالت تحمل نفس الدلالة التي كانت تنطوي عليها في الماضي أم أن ربما معطيات المرحلة والتغيرات التي يشهدها عسرنا قد تفرض إعادة النظر في هذا المفهوم بمعنى هل لازال له نفس الدور وفي الواقع هذا سؤالك في محله لأنه الذي تلاحظ الآن في العالم أنه كان واحد النوع ديال التراجع أو ديال الجزر فيما يتعلق بالدور المتقف التقليدي الذي أريد أن نقوله بين مزدوجين بمعنى صاحب ليس فقط المتعلم أو الحائز على علوم عصره بقدر ما هو مرتبط بالأسئلة الوجودية التي تتواجه المجتمعات وكتواجه البشر عموما وهذا هو كيف المفهوم دي المتقف تطرح وتتداول اليوم يجدر بنا أن نتسأل هل هذا التراجع في دور المتقف أولى في بروزه لأنه كان على كل حال كتابات وكان اجتهادات إلى آخره ولكن ما بقاش كتبان العيان ليقول لك بالعيان بالخصوص مع تطور العالم الرقمي هو كل ما هو رقمي يعني وسائط الاتصال الفضاءات المواقع إلى آخره وأصبح المتقف يجد نفسه ربما تائها وسط مجموعة من المعطيات والمعلومات والمتدخلين والمواقع وإلى آخره مما يجعل الانتباه إليه صعبا صح فهذا الإطار بغيت نقول ما يلي هناك كتاب صدره أعتقد في سنة 2020 اسمته حضارة السمكة الحمراء La civilisation du Poisson Rouge Poisson Rouge وكلنا بأنه هذا هو ذلك السمكة التي تكون في البيوت سمك الزينة سمك الزينة تمام ما يعرف على هذه السمكة الانتباهها لا يتعدى بضعة توانين إذا نظرت إلى شيء في العموم لا يتجاوز ثمانية ديالتوانين صح تقول صاحب هذا الكتاب وهو موجود في السوق وهو مترجم للعربية بأنه العالم الرقمي الأطر ديال ولا حياتنا ولا حياتنا يعني في المجتمع أنه لم يعود انتباهنا يعني يشد إلى شيء إلا لبضعة توانين بحيث وفرت المعلومة ولكن قلت المعرفة بمعنى إذن هنا الخلل إذن هنا الخلل سيد صلاح إذن هنا الخلل اليوم هنا الخلل تمام مثلا في جاريت للموند في 2020 2018 2018 واحد الباحث هولندي اسميه وان دين هوفن كتب مقال مهم جدا وترجمته وكنت نسلته اسميه إذن هناك يجب يعني رفع الضباب القيمي أو الأخلاقي الذي يلف في انترنت بمعنى يقول بأنه كان هناك مشكل نعم تكون الملايين ربما الملايين صح كي يستعملوا العالم الرقمي ولكن بدون القدرة على التحكم فيه اللي كيتحكموا فيه هما المعروفين بالقفة جيد هنا دعني أفتح قول صغير معك أستاذ صلاح فيما يتعلق دائما بهذا دور المثقف هل فعلا المثقف اليوم تهاون في أداء وظيفته في إطار البناء المجتمعي كما يتهمه المجتمع اليوم أم أن الأمر يتعلق بمجرد فكتور مؤقت في حماس المثقف بسبب دعنا نقول إكراهات اجتماعية بفعل الضخم المنصات التواصلية التي لم يواكبها بشكل كامل ما دعنا نتحدث عن العالم الافتراضي أتصور أن الأمر يرتبط بسببين على الأقل نعم يعني هذا كيف كان فكر السبب الأول وهو الدهشة اللي ربما تعيشها العالم ككل أمام هذا العالم الرقمي بحيث إلا أعطيتك أرقام رأي يموه وإلا مثلا العدد أفول العدد دي التحركات تفتل نعم مثلا مثلا في كل دقيقة في العالم اليوم يتم بعد 19 مليون تكستو 19 مليون في كل دقيقة نعم 19 مليون تكستو اللي كيمشيوا عبر الهواتف فيسبوك كان مليون و300 ألف دخول في الدقيقة نعم في جوجل كان البحث على 4 مليون و100 ألف بحث في جوجل في الدقيقة ويمكن اللي نعطيك من هذا الشي ما لا يتصور وربما إذا أسعفنا الوقت أن نتحدث عفوا عن الأثر دي الاستعمال دي العالم المسمى افتراضي على البيئة هذا موضوع آخر يمكننا رجعوله صحيح المهم أنه يمكننا قوله أنه باش نرجعول لسؤالك أنه الدهشة من ما يعتاري العالم بهذا الدخول ربما نقوله حتى العنيف دي العالم الرقمي في حياتنا سبب سبب تاني وهو اللي كيترحوه بمجموعة الباحثين اليوم وهو هذا التحكم في العالم الافتراضي هذا العالم الافتراضي مش كيسير نفسه كيسيروه مؤسسات معروفة لعند هذا أرباح خيالية هاد هاد مؤسسات الكبرى عندها مصالح ما دام هناك بشار على وجه الأرض سيظل السؤال الوجودي مطروحا بهذه الطريقة أوتل أفترض بأنه في المرحلة المقبلة سوف يكون على المرتقاف وسوف يشارك بالتأكيد نعم 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 في لابن نقول وما الآن موضوع تأكيد تأكيد يعني من طرف آخر أو إلى دفة أخرى أستاذ صلاح ما هي خلفية صراعات التي تبرز بين الفين والأخرى بين فاعلين ينتسبون إلى المشهد الثقافي هل هذه الصراعات دعنا نقول ذات طبيعة فكرية أم أن لها علاقة بالمصالح وتطلعات شخصية وأيضا كما نتحدث اليوم عن العالم الرقمي باكتساح البعض لمنصات التواصل والمواقع الاجتماعية أستاذ صلاح هنا أستاذ أكيد فعيني باش نذكر بواحد المقال كان صدر في الموند في 2020 27 أكتوبر كتسميه صاحبتو ناتالي هينيش كتسميها الرافاج دي سيفيليزاتور دي ريزو سوسيو يعني الكوارث الكوارث الماسة بالبعد الحضاري التي تحدثها الشبكات الاجتماعية المسمات الاجتماعية أعتقد بأنه هذا السؤال مطروح حقيقة لأنه كالقال واحد رواي معروف مشات ل اسمي ديالو مجموعة ديال الروايات شهيرة في العالم دي بترجع لي اسمي ديالو تقول بأن المشكل في هذه الشبكات الاجتماعية أنها تعطي للمفكر كما تعطي للسكير لآخر من يمكنه أن يبقى في حانة بالليل أن يكون له نفس المجال تأثير في العموم نعم وأعتقد بأنه هذا طبعا لا ينسحب بالضرورة على كل من يتدخل ولكن هناك شعور جاوست أمور أتمنى لأنه ربما نحن استعملنا هذه التقنيات والعالم الافتراضي بشكل ربما يسيء لنا أكثر ما يضيف لنا أو بمعنى آخر أكثر ما يفيدنا بهذا المعنى أنا أتساءل هل من بعض أهداف هذه الشبكات المسمى الاجتماعية أن تنمط الدوق في مستوى منحدر خطير عملية التنميط خطيرة جدا بالنسبة المثقفين وبالنسبة المشهد ثقافي ككل أستاذ صلاح دبا المشكلة أنه المشهد الثقافي كيتفاعل ما بين منتجين ومستهلك ما بين كاتبين وقارئ تمام فحينما يتم المساس بالدائقة العامة عن طريق السماح برواج مضامين نقوله سلبيا نقوله أكثر من السلبية نكون خادشة الدوق وخادشة الحياة نقوله أحد المجموعة هذه الأشياء فأنا أتسأل كيف يمكن في هذه الحالة أن يتم خلق ذاك الجو الإيجابي ما بين منتج ومتلقي الذي يجعل على كل حال الفكر والأداب والإنتاج عموما التقافي يلقى المجهد للغواج هذا سؤال نعم وفي حدود الأخلاقيات المجتمع واللي متعارف عليها داخل أفراد المجتمع أستاذ صلاح ما هي الآليات الكفيلة اليوم بتفعيل دور المثقف في تقويم العجزات وأيضا الأعطاب الاجتماعية ضمن مشاريع البناء المجتمعي ما هي هذه الآليات أعتقد أعتقد بأنه حسب تفكير ديلي والتاتب ببعض ديلي أنه كان جوج ديلي المستويت مستوى الأول داخلي بكل بلد ولو أنه قبل من دوز هذه القضية كيبلي بأنه هذه الشبكات الاجتماعية عندها واحد دور وهذه كنعيشوه مؤثر على الأطفال مؤثر على العائلات مؤثر على المؤسسات مؤثر على الدول بحيث العلاقة التي تربط ما بين هذه الشبكات وما بين الأفراد تصبح أكثر فأكثر تأخذ من وقت الفرد ما يتجاوز ما يعطيه للفضاءات الاعتيادية وهذه مسألات فيها مساس بكل بنيات وماشي مساس إيجابي بحيث ماشي بالضرورة بحيث تيمكن يكون هذا أغلب الظن نعم شو نعطيك غير واحد المثال بئيس وهو ما يسمى بدك فيديوهات ديال الروتينية وغيره إلى آخر يوصل لواحد الإسفاف لا يتصور وهو رائج والناس كترفضوا ولكن كتبعوا يعني كانوا لخبطة قيمية غير غير مسبوقة فعلا لا يعقل أننا صحيح سيد صلاح يعني لا يعقل أننا نندد بهذه الفيديوهات غير أخلاقية ولكن بطبيعة الحال كي نسبة المشاهدة التي هي مرتفعة هنا أتسأل معك سيد صلاح كيف حدث التحولات الاجتماعية والأزمات من ممارسة نقد المثقف للمنظومة الاجتماعية الفكرية المتربة في أحضانها أو القاطن في شعبها وكيف أيضا حدث من نقده للمجتمع هل هناك تأثير سلبي أو إيجابي على المثقف في هذا الشأن ما دولنا نتحدث عن ما نعم ما جاوبش على السؤال الأول باش نقول شنا هو المجال اللي غايد دخل فيه المتقاف باش يعالج هذا الموضوع قلت بأنه كين مجال داخلي وكين مجال على المستوى كله العالمي تمام هو لا المستوى الداخلي وهو فتح النقاش علاش مثلا فاعل التقافي وتنعني هنا حتى وزارة اللي هي فاعل التقافي كذلك والمتقافين المستقلين وعليش ما تفتح النقاش حول هذه القضايا اللي حقيقة بدأت تدخل بيوتنا من أبواب واسعة وتفعل فعلها السلبي بدون أي رادع هذه مسألة أولى على المستوى الداخلي وانا لا أرى ما يكفي من نقاش في هذا الموضوع هذا الأولى تانيا أتصبح بأنه على المستوى العالمي يجب أن يتم رفض والتفاعل والتعامل مع المسيطرين على هذه الشبكات الاجتماعية اللي موجودين كلهم في أمريكا بنقصين يعني في التصور والبلورة ديال ما يسمى باللغاريتمات لكتحكم في رواج المضمون رقم ديال رقمنا صح يكون عدنا الحق في هذه القضية بأش من طريقة غادي يمكن تبلور هذه المستقبل اللي غادي بينا ولكن لا يمكن الفكرة الأساسية لا يمكن يعني قبول استعمال هذه الوسائط الاجتماعية بالشروط التي يمليها أصحابها ديال تنصر القضية بحلف شي مؤسسة يعني تيتفوض فيها العاملين مع المقررين على التطوير ديال ديالشروط ديالعمال وال يعني الفضاء الاجتماعي داخل المؤسسة يعني هذه صورة فقط باش نقول بأنه كينشي حاجة لخاص خلق لوبيات على المستوى العالمي باش يمكن لها تناقش وتفوض في هذا المواضيع لأنه الرقمنا لم تعود فقط أداة في يدهم بل أصبحت شبكة منتشرة في العالم جيد جيد وأعتقد بأن من سوف يتحكم في الرقمنا مستقبلا سيتحكم في العالم وبالتالي يجب أن نحضر أنفسنا لمعركة اكتساب مواقع في هذه رقمنا بهذه الطريقة وتلك وأنا أشير إلى أن أحد مجالات الصراع لموجود اليوم ما بين الصين مثلا كقوة ناهضة وأكيد ستكون كلمتها الفصل في المستقبل ومبين أمريكا وبين أوروبا جيد المتقف عموما أستاذ صلاح الوديع المتقف عموما هو صانع للتاريخ وأحد محركاته كما أنه فضلا عن ذلك تعتبر بمثابة روح المجتمع وقلب النابض هل انتهى دوره التقليدي كما تفضلت قبل قليل أو دوره الكلاسيكي في الظل الرقمنة وأصبح لدينا مثقفا افتراضيا بمعايير جديدة لا أعتقد أنا شخصيا بأنه اتهد الفعل للشبكات الاجتماعية والفعل للرقمنة نعم ما يمكنش المتقف يقبله بالمطلق ويصبح يعني أسير في الدو المتقف سيبقى ترح سؤال بالتأكيد ويبقى ترح الاحتمالات ديالتطوير ديالوضع دياله جوجي الأمور التي لا يمكنه للمتقف أن يقبلها أولا أنه يعيش خارج الرقمنة مستحيل أو تانيا أنه يقبل بالشروط ديالفاعلين الرقمنة في العالم بالشروط كلها لا سنتفاوض هذا هو المضمون اللي بغيت لقول وأنا أكيد أنا عندي اليقين بأنه سوف يعني رغم هذا الغياب المؤقت سوف يعود المتقف إلى الواجهة وسوف يطرح القضايا ويجب لأنه مسألة حيوية مش مسألة دي الاختيار أو غيره طيب في الأخير أستاذ صلاح الوديع كيف يمكن لنا أن نبعث في المتقف روحة جديدة ربما تكون كفيرة بإخراجه من هذا الدور التقليدي ليعودني الجديد لإنتاج الوعي لتغيير المجتمع بمواصفات رقمية تتماشى وروح العصر كيف كيف جوج الأمور نعم أولا بطرح الأسئلة بشكل جريء وبإدراك المتقف لأن دوره ليس فقط في أن يكتب وينشر ولكن أن يدخل الفضول دي المجتمع يدخل الفضول دي التاريخ دي المستقبل هذه مسألة أساسية وتانيا الجيل الجديد كيف نربيه الجيل الجديد في المدارس دينا على التفاعل مع رقمنا ماشي كعبيد دينا لأنه دو الواقع في العالم ولكن كمتفاعلين إيجابيين ومن ثم ما يخرج منهم لا المواطن المشارك في حياة مجتمعه ولا المتقف القادر على ترحل الأسئلة والمساهمة في الجواب إذن بهذا نصل لختام تحدي اليوم شكرا جزيلا لكم أستاذ صلاح الودي على كل هذه الإضاءات مرحبا نورتيني شكرا جزيلا شكرا إلى اللقاء مرحبا إلى اللقاء شكرا لفريق العمل أيضا أحلى شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة وأنا على وعد اللقاء بكم غدا مع كامل محبتي شكرا للمشاهدة